اشتركوا في القناة ومنهج فقهاء المالكية في التعامل مع النوازل الفقهية النوازل الفقهية هي الوقائع والحوادث اليومية التي تقع للناس في حياتهم أفراداً وجماعات ومؤسسات فتعرض على الفقهاء لينظروا فيها باحثين عن حكم الشرع فيها في ضوء أدلته النقلية والعقلية المعتبرة وسميت نوازل فقهية لاجتمالها على النازلة وعمل الفقه فيها المفضي إلى تقرير حكمها فقد كان السائل يعرض مسألته على الفقه المفتي فيجيبه عنها كتابة أو شفاها ثم تدون المسألة مع نص جوابها المتضمن لفقهها وحكمها وتسمى أيضاً بالفتاوى اقتصاراً في تسميتها على حكمها المجاب به عنها وتسمى أيضاً بالأجوبة الفقهية والأسئلة الفقهية ولها أسماء أخرى غير هذه مذكورة في كتب هذا الشأن ولم يقتصر فقه النوازل على ما كان يعرض على السائلين فيما يقع لهم من الحوادث والنوازل بل يدخل في ذلك أيضاً ما كان يسأل فيه العلماء بعضهم بعضاً في مناسلاتهم وما كان يذور بينهم ويتناظرون فيه من المسائل الفقهية العويصة وما كان القضاة يدوينونه من أحكام الدعاوى في محاضرهم وتجلاتهم وما كان العدول الموثقون يخطونه في وسائقهم من عقود المناكحات والمعاوضات والتبرعات وغيرها مما كان مستودع الأحكام ومستقراً لفقهها فضلاً عما كانوا يودعونه منها في كتب القواعد والضوابط وكتب الأشباه والنظائر وكتب الفروق والاستثناء التي كانوا يفيضون فيها في الحديث عن الفروع والمسائل الفقهية وربطها بأصولها وقواعدها وقد اهتم فقهاء المالكية بهذه النوازل وأجوبتها على اختلاف أنواعها ودوانوها بعد التنقيح والتهذيب ثم أصدروها كتباً ومؤلفات مبوبة مرتبة مصنفة على أبواب الفقه ليسهل الأخذ منها والانتفاع بها والاستفادة من مادتها العلمية والفقهية قال الشيخ الفقيه العلامة محمد عليش المالك في مستهل كتابه المخصص لهذا الشأن ولما كانت الفتوى مما لا يستغنى عنها في جميع الأزمان ومن أهم ما يعتنى وأجل ما يقتنى لنوع بني الإنسان قيدت ما وقع لي من الأسئلة والأجوبة وجمعتها وارتبتها على أبواب الفقه بعد أن هذبتها ونقحتها وسميتها بفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك وقد سمى فقهاء النوازل ما جمعوه وحرروه فيها بأسماء كثيرة تدور كلها في فلك النوازل وفقها وما أفتي به فيها من الأحكام وقضي به فيها من الأقضية وسجل في محاضر الأحكام وفقه النوازل هو فقه عملي تطبيقي له مناهجه وقواعده وترائق تقرير الأحكام فيه وتنزيلها على محالها مما يؤكد واقعية الفقه الإسلام بعامة والفقه المالكي بخاصة فما كان فقهاء المالكية يجيبون عن النازلة حتى تقع وما عندهم في مؤلفاتهم من الأمثلة المفترضة ولسيما في الطلاق والظهار والعتاق ونظائرها فإنما مثلوا بها في فقه التأصيل للتوضيح والبيان وشرح القواعد والأصول والفقه كما هو معلوم فقهان فقه تأصيل وفقه تنزيل ففقه التأصيل يهتم بالأصول والقواعد الموصلة إلى معرفة الأحكام مجردة عن الزمان والمكان والإنسان وفقه التنزيل يهتم بالأصول والقواعد والضوابط المعتمدة في تنزيل هذه الأحكام على محالها وتطبيقها على مواردها فإجابة السائل عن مسألته لا يكفي فيها مجرد فهم الحكم استنباطا أو اجتهادا دون ربطه بحال السائل وظروفه المكانية والزمانية وسياق النازلة وملابساتها ومراعاة المآل في تنزيل حكمها وغير ذلك مما يجب اعتباره عند التنزيل إذ قد يكون حكم المسألة الإباحة من جهة التأصيل لكنه يفضي مآلا إلى ارتكاب المحرم فينزله على هذا الأساس مراعاة للمآل وعاقبة الأمر عملا بقاعدة أن المباحة المفضي إلى الحرام حرام وهذا يستلزم أن يكون الفقه على صلة دائمة بالناس منخرطا في مجتمعه عارفا بمجاري الحياة ومشاكلها فبقدر احتكاك الفقهاء بالناس وانخراطهم في الحياة الاجتماعية وتواصلهم مع أبناء مجتمعهم ينشط فقه التنزيل ويزدهر ويؤدي رسالته ووظيفته على الوجه الأمثل وتحصل بذلك فوائد وقيم جليلة منها أولا استيعاب التطورات ومواكبتها من قبل الفقهاء ثانيا تعميق التواصل والتوسيعه بين الفقهاء والناس عامتهم وخاصتهم بكل فئاتهم وشرائعهم وطبقاتهم ثالثا استمرار العمل الفقهي ونشاطه في إطار مؤسسته رابعا اهتمام الفقهاء بالحياة العملية وترشيدها وتوجيهها خامسا تزويد الأجيال الصاعدة بثروة من الفقه العملي للسير على منواله والتأسي بمنهاجه واقتمية فقه النوازل عند فقهاء المالكية بخصائص كثيرة تدل على عمقه وسعته وقوته ومواكبته منها أولا حرصهم على واقعية الفقه وعدم خوضهم فيما لم يقع من النوازل اقتداءا بإمام المذهب مالك بن أنس الذي سئل مرة مسألة لم تقع فقال للسائل دعها حتى تقع وسأله أحد عن مسألة فأجابه عنها فقال السائل أرأيت لو كان كذا عن حالة مفترضة لم تقع فقال له اذهب إلى العراق يعني أن فيه المفترضين والأرأيتيين ثانيا حرصهم على التأني في الجواب وعدم التعجل فيه تورعا من الوقوع في الخطأ وهروبا من سوء العاقبة ويدخلوا في ذلك استفصالهم مع السائل واستيعاب ما يسأل عنه ثالثا تقرير الجواب بناء على حجم السؤال وحدوده وكثيرا ما كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مثل قولهم فإن صح ما قاله السائل فالحكم كذا وبناء على قول المستفتي فالحكم كذا فضلا عن كونهم يحررون الجواب بعد تحرير السؤال كما ورد عن السائل رابعا الزيادة في الجواب عن حيز السؤال أو على حيز السؤال إن اقتضى الأمر ذلك ورأى الفقيه أن السائل في حاجة إليه اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يجيب السائل عما سأل ويزيده على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ماء البحر هل يتوضأ به هو الطهور ماءه الحل ميتته فالسائل كان محتاجا إلى الماء فسأل عن ماء البحر ليتوضأ به وينتفع بمائه هو عند العطش فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وزاده فائدة أخرى هو إليها أحوج وهي إباحة ميتة البحر إذا احتاج إلى طعام وهو راكب فيه خامسا تبسيط الجواب للسائل إذا كان من العامة وتفصيله وتعميقه إذا كان من الخاصة ويدخل في ذلك خلو الجواب من الأدلة وأقوال الخلاف إذا كان للعامة وتفصيل الأدلة والأقوال والتعليلات الفقهية إذا كان للخاصة سادسا مراعاة أصول المذهب وأذلته وقواعده ومؤسسة الفتوى وخطة الحسبة فيها حتى تكون الفتوى على منهج واحد ووزان واحد توحيدا لصناعة الفتوى بين الفقهاء ليجتمع شمل الناس عليها ويشطفوا حول مذهبها ومنهاجها سابعا تذهيل الفتوى بالنقول المعتمدة من كتب المذهب حرصا على أن تخرج محررات الفتوى ونقولها من مشكات واحدة ثامنا الاسترشاد بالفتاوى المماثلة مما حرر من الأجوبة في نظائر المسألة المعروضة تاسعا قصر الإجابة على ما له علاقة بالتكليف والعمل وترك ما لا طائل تحته مما يجر إلى الجدل والفتنة والعبث عاشرا النظر إلى كتب الفتوى بأنواعها لتحصيل الكفاية في فقه التنزيل إلى غير ذلك من الخصائص التي تدل على جدية الفقهاء وحرصهم على الإتقان والإحسان في الإفتاء شكلا ومضمونة وقد نشط فقه النوازل في المذهب المالكي في المشرق والمغرب وازدهرت مدارسه وكثرت رجاله وكتبه واستقام منهج الفقهاء فيه واستوى على سوقه حتى صار واضح المعالم بين الملامح ظاهر السمات ومن أهم أسسه وعناصره المكونة له ومقوماته التي قام بها والبناء لها أولا تصور النازلة واستيعابها لأن الحكم على الشيء فرعون عن تصوره فكانوا يسألون ويستفصلون عن دقائق النازلة ومتعلقاتها وأحوال صاحبها حتى يتم تصورها من كل جوانبها وعلى حقيقتها ثانيا البحث والتنقيب عن فقهها وحكمها وذلك بالنظر في الكتب وأقوال الفقهاء في نظائر المسألة وأشباهها وما قضي به في مثلها حتى يتم الوصول إلى الحكم الشرعي المطابق لها لتقريره والإخبار عنه ثالثا النظر في الكتب المعتبرة للفتوى والنقول المعتمدة فيها كالموطأ والمدونة والواضحة والموازية والعتبية وغيرها من كتب المذهب وأمهاته واقنبها العلماء في بعضها إلى ما فيها من الخلل والخطأ والضعف رابعا اعتماد الأقوال المعتبرة في الفتوى وهي على الترتيب الآتي أولا المتفق عليه من أقوال المذهب وهو المعبر عنه بإجماع المذهب فلا يصار إلى ما سواه إن وجد ثانيا الراجح وهو ما قوي دليله ويعبر عنه أيضا بالأصح والأصواب والظاهر والمفتابه والمعول عليه والمعتمد وغيرها من الألفاظ والمصطلحات الأخرى ثالثا المشهور وهو ما كثر قائله على القول الأصح ويعبر عنه أيضا بالجمهور والأكثر والمذهب والمراد بالمذهب هنا قول أكثر علماء المذهب فهو على المجاز المرسل علاقته الكلية إذ إطلاقه على الحقيقة ينصرف إلى المتفق عليه رابعا ما جرى به العمل وهو فرع عن الراجح وجسئي من جسئياته لأن القول إذا جرى به العمل صار راجحا والمراد بالعمل هنا عمل العلماء الراصخين الأثبات وهو يعتمد في الفتواك الراجح إذا استوفى شروطه الخمسة المعروفة عند العلماء وقد ذكرها العلامة سيد الحاج محمد قنون رحمه الله تعالى بقوله والشرط في عملنا بالعمل صدوره من قدوات مؤهل معرفة الزمن والمكان وجود موجب إلى الأواني خامسا القول المساوي وهو أن يوجد في مسألة القولان متساويان كقولين راجحين أو مشهورين ومثل القولين الأقوال المتعددة إذا تساوت ولم يترجح أحدها على غيره وهنا يجتهد الفقه المفتي في اختيار المناسب للفتوى والمحقق لمصلحتها الشرعية سادسا الضعيف وهو مقابل الراجح سابعا الشاذ وهو مقابل المشهور ويقال فيه أيضا المهجور وكل منهما من الضعيف والشاذ لا يفتى به إلا إذا جرى به العمل لأن جريان العمل به يقويه ويخرجه من الضعف والشذوذ إلى القوة والرجحان ولا يفتى بالأقوال المخالفة لصريح المنقول وصحيح المعقول ولا المخالف للإجماع والقوائد الكلية المتفق عليها خامسا شمولية صناعة الفتوى وذلك بأن يقبل عليها الفقه المفتي بكل مؤهلاته ومعارفه وعلومه الشرعية والعقلية واللغوية وغيرها مما يبصره بفقه الحكم وحسن استخلاصه من مصادره وحسن تنزيله على موارده ولا يجوز الإقدام عليها من الجاهل ومن لا أهلية له فيها وقد ذكر الفقهاء أنه يؤدب إن فعل فضلا عن عدم اعتبار فتواه وبطلان العمل بها سادسا تحرير الفتوى على أساس الدقة والوضوح والقصد والاقتصاد وأعني بذلك أن يعتني الفقيه بالنازلة ويستكمل البحث فيها ويحسن صياغتها ويجيد تحريرها حتى تكون على قدر كبير من الدقة والوضوح وذلك باستعمال الألفاظ المألوفة والعبارات المتداولة من الفقهاء والمصطلحات المعبرة المنضبطة في أداء المعنى وتكون أيضا على قدر كبير من القصد في المعنى والاقتصاد في المبنى سابعا الاعتناء بالاستدلال عند قيام الحاجة إليه وذلك بالرجوع إلى الأدلة السمعية النصية ثم إلى الأدلة العقلية لجتهادية مع إحسان إعمالها وإتقان توظيفها ويدخل في ذلك الرجوع إلى القواعد الأصولية المحررة وإلى القواعد الفقهية المعتبرة ولاسيما القواعد التي تنظم مجال الإفتاء وشروطه وضوابطه وأدواته ثامنا مراعاة مقاصد الشرع الثابتة بالطرق المعتبرة عند العلماء ومراعاة مقاصد المكلف إن كانت على وفق مقاصد الشرع فإن ناقضتها روعية مناقضتها في تغليظ الحكم وتقريره كما يجب أن يتقرر في مثله تاسعا تذييل الفتوى بالنافع من الفوائد العلمية التي تكمل الفتوى وتنفع المستفتي عاشرا نصح المفتي للمستفتي وتوجيهه وعظته وحمله على التزام بالحكم وعدم مخالفته وذلك لأن المفتي لا سلطة له على المستفتي لأن الفتوى معلمة لا ملزمة ولكن له عليه سلطة معنوية روحية إذا هو أحسن استعمالها وأثر بها في نفس المستفتي من تخويف وتذكير بعاقبة مخالفة الحكم الشرعي وسوء المنقلب وغير ذلك هذه أمهات عناصر المنهج الفقهي المالكي الذي سار عليه الفقهاء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن في تعاملهم مع النوازل الفقهية وتمحيصها وتدقيق جوابها وتحريره على الوجه الأسد الأرشد ساعين من وراء ذلك إلى تربية المستفتي على قيم الشرع ومكارمه وفضائله وحمل الناس على التقييد بالشريعة والالتزام بأحكامها والانضباط لقوانينها والتحلية بأخلاقها وآدابها والوقوف على حدودها وعدم انتهاكها وهم بذلك يسعون أيضا إلى حفظ الدين في الناس وحماية حرماته وحراسة ثوابت الأمة وما به قامت قائمتها واستقام بناؤها وشمخت حضارتها واتزنت ثقافتها وقويت ذاتها وراسخت هويتها واقترك الفقهاء في فقه النوازل ومتعلقاته وتوابعه تراثا ضخما وعطاءا غزيرا يجب على الباحثين الاستفادة منه وخدمته بنشر ما لم ينشر ودراسة ما نشر والتنقير في مناجمه والتنقيب عن مكامينه وفي ختم هذه الكلمة أوجه نصيحة وتوصية إلى شبابنا وناشئتنا وطلابنا الأعزاء الأفاضل فأقول أيا معشر الطلاب نبت الأفاضل أقيموا على الدنيا تراث الجحافل ويا معشر الطلاب هذا تراثنا فأحيوه بالتحقيق بين المحافل وسيروا على نهج الذين تقدموا فعلمهم فيه الجواب لسائل وفي فقههم ما لو أخذنا ببعضه حللنا به ما قد طغى من مشاكل وفيما لهم في الفقه يفترضونه مناجم ناءت باجتهاد الأوائل وفيها لعمري ما يعمق فقهنا ونظرتنا للواقع المتآكل نوازلهم قامت بها فقهاؤهم وما تركوا فيها لهم من مسائل ففي كل قطر أنجم وكواكب تنير لكل الناس فقه النوازل وللمغرب الأقصى فتاوى جليلة أقام لها الأركان جيش الفطاحل على السنن الأهدى ومذهب مالك مهدبة مرصوصة كالجنادل فهيا إلى هذا التراث لنرتوي بسلسله الأصفى بتلك المناهل بإثر أمير المؤمنين محمد مثور دنيانا بإرث الشمائل إلي